اشتركوا في القناة الذين أحسن الله الثناء عليهم فقال إنما يريد الله ليذرب عنكم الريكس أهل البيت وطهركم تطهيرا أهل البيت الذين قال الله في شانهم ما قد سمعتموه وقال الرسول أذكركم الله في أهل بيته مع سيرة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة حمزة أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأيضا هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول وبالله تعالى التوفيق حمزة يلقب بسيد الشهداء رضي الله تعالى عنه كان حمزة في بادي الأمر كافرا وبقي مدة كافرا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن الله عز وجل شرح صدره للإسلام وكان مهابا في قريش تهابوه قريش لما يعلمون عنه من الشجاعة والبسالة من قطعة النظير والعلماء يقولون عنه حمزة البطل رضي الله تعالى عنه فكانوا يثيرون عنه أنه معروف بالشجاعة الفائقة ومن ثم فإن قريشا بعد أن أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه خف الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وتوقف القراشيون عن كثير من الأذى الذي كان يلحقونه برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بعد إسلام حمزة وازد الأمر على القراشيين في الامتناع بعد إسلام عمر أيضا رضي الله تعالى عنه حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه قتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أبل بلاء حسنا في الإسلام فنال شرف الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه ولما كانت غزوة بدر كما لا يغفى والغزوة الشهيرة في تاريخ الإسلام أشهر غزوة في تاريخ الإسلام وكانت فيصلا وسمىها الله الفرقان سماها الله عز وجل سمى يوم بدر يوم الفرقان خرج حمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في بداية الحرب جاءت قريش تختال بضجها وضججها وكبريها وخيلائها وخيلاها وراجلاها وكانوا ألفا وأكثر من ألف وأصحاب الرسول ثلاثمائة وبضعة عشر يعني أن المشركين ثلاثة أضعاف أهل الإسلام ومع ذلك الكبر يملأ القراشيين والغرور يملأهم فجاءوا وبدأت المعارك كما هو معلوم كان الصفوف تصف كانت الصفوف تصف ويخرج مبارزون من هؤلاء يطلبون المبارزة والمبارزون يعني الصفوف صف وصفوف وصفوف وفي الوسط يخرج المتبارزون فخرج عطبة بن ربيعة يختال عطبة بن ربيعة خرج يختال وهو أبو هند بنت عطبة أبو هند بنت عطبة أم معوية رضي الله عن معوية وعن هند الشاهد كان معوية كافراً آنذاك وكانت هند كافراً آنذاك فخرج عطبة أبوها وكان معه قوم كثيرون لكن عطبة الذي برز للمبارزة عطبة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عطبة وكانوا من سادات قريش وأشرافيا وكانوا أسرياء من السراء بمكان كبير جداً كانوا أسرياء وكانوا أقوياء حتى إن فاطمة بن تعطبة كانت تقول لعبد الله بن عفوا العقيل بن أبي طالب أين الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنفهم من ماء قبل أفواهيهم كانوا يعني من الجمال بمكان كبير والقوة والسراء فخرجوا الثلاثة يقتلون في الحرب وخلفهم أبو جهل وعمية بن خلف وأهل الشري حافل الشريرين فخرج عطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عطبة يقتلون ويقولون يا أصحاب محمد هل من مبارز فانتنب الأم شباب من الأنصار فقال عطبة بن ربيعة وأخوه شيبة أكفاء كرام ولكن لا نريدكم نريد بني عمومتنا نريد بني أمومتنا ولا دعم منه أن تربطهم برسول الله قرابات فقال النبي عليه الصلاة قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة فالثلاثة سيتبرزون بالسيوف مع الثلاثة الآخرين الكفر الثلاثة عطبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والوليد بن عطبة قالوا الإيمان حمزة وعلي عبيدة بن الحارس ثلاثة أمام ثلاثة فكل يرقب الموقف كل يتربص كل يتربص ما الذي سيحدث ما الذي سينتصر وهناك أقوام سبحان الله العظيم سبحان من ثبتهم موقفهم عصيب جدا على أي الوجوه كأبي حزيفة الذي يقال سالم مولى أبي حزيفة فأبو حزيفة هذا هو ابن عطبة بن ربيعة هو ابن عطبة بن ربيعة وعمه شيبة وأخوه الوليد ولكنه مسلم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى أي حال النتيجة بالنسبة له مؤلمة من جانب ومسعدة من جانب إذا انتصر أصحاب رسول الله فهو سعيد بانتصار المسلمين إذا عزب من أبيه وعمه إذن قتل أبوه فأبوه وعمه إلى النار فالموقف صعب المهم بدأت المعركة الثلاثة خرجوا عطبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن عطبة خرج لهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحاج ففي لحظات سريعة جدا وكل يمططي الفرس أو كل يترجل على الأرجل للمبارزة من أصحاب الرسول ما كان معهم فرس إلا الزبال فكل على الأرض بدأت تبارز في لحظة طير حمزة رأس شايبة بن ربيعة وفي نفس الوقت أيضا طير علي رأس عطبة بن ربيعة وتبادل الوليد ابن عطبة وعبيدة بن الحارس ضربتان كل واحد ضرب الآخر ضربة فانقض عليهم حمزة على الوليد فقتلها فكانت طليعة خير للإسلام والمسلمين ثلاثة من صناديد الكفر أقوى صناديد الكفر يقتله في بداية الغزوة فأحدثت للمسلمين انتعاش قوية عظيمة جدا والنصر من عند الله العزيز الحكيم وصيب الكفار بخيبة شديدة لقتل ثلاثة من صناديد أهل الكفر هؤلاء وبدأت المعركة والحمد لله وفيهم نزل كما قال علي فيه نزلت الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم أنا وحمزة وعبيدة صنف وعطبة بن ربيعة وشابة بن ربيعة والوليد بن عطبة القسم الآخر هذان خصمان اختصموا في ربهم سيسأل الجميع لماذا تقتلتم لماذا تقتلتم حمزة يقول من أجل توحيدك يا رب وعلي وعبيدة والآخرون يقول من أجل هبل واللات والعزة علي يقول أنا أول من يجث للخصومة بين يده الرحمن عز وجل أنا وحمزة وعطبة ابن ربيعة أنا وحمزة وعبيدة وعطبة ابن ربيعة وشابة ابن ربيعة والوليد ابن عطبة فكان هذا نصرا مؤزرا للمسلمين في بداية الحرب الحاسمة الفاصلة التي قال الله تبارك وتعالى عنها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فكانت نصرا مؤزرا للمسلمين والحمد لله أثنى الله عليهم سناء حسنا على المقاتلين ببدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ذات يوم بعد ذلك وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم أعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم إني قد غفرت لكم وكان حمزة لا يتأخذه في الله لهم تلائم ولذلك قال عمر لما استشار الرسول أصحابه في أسارة بدر ماذا نفعل أبو بكر جنح إلى المسالمة ونأخذ منهم الفدية وعمر قال لا يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان قريب لي وتمكن حمزة من فلان قريب الله يقتله وتمكن علي من فلان قريب الله يقتله الشاهد أن المعركة انتهت والحمد لله بنصر الإسلام والمسلمين جاءت غزوة أحد وكان حمزة أيضا لم يقتصر على قتل الذي قتله بل بأشر الحرب بأشر الدخل وقتل وقتل عم جبير بن مطعم قتل طايمة بن عدي عم جبير بن مطعم كان جبير بن مطعم أنا ذلك كافرا بعد ذلك أسلم جبير بن مطعم كم هو معلوم فالمهم شق ذلك على جبير بن مطعم جدا وجاءت غزوة أحد بما فيها وكان حمزة يقتل وبشدة أهل الشرك في هذه الغزوة وفي صبيحة اليوم يقتل يقتل المشركين تقتيلا شديدا ويجول بين الصفوف كما يقولون يجول سعد بن أبي وقس أو غيره يقول رأيت سعد رأيت حمزة يطوف أو ابن مسعود عفوا يطوف بين الصفوف في المعركة ويقول أنا أسهد الله أنا أسهد الله فننزل معارك يحتاج الشخص إلى ذرش تجعله رعابي أعداء الله فالشائد أن جبير بن مطعم كان وعد عبدا اسمه وحشي بن حرب قال إن أخذت بسأري وقتلت قاتل عمي سأجعلك حرا وكان وحشي بن حرب عبدا عند جبير بن مطعم فالمهم أن وحشي بن حرب طاقت نفسه لأن يصبح حرا وما كان له أن يواجه حمزة لما يعرفه عن شجاعة حمزة ولا يستطيع أحد بفضل الله أن يقوم حمزة من شجاعة حمزة وقوة إقدامه رضي الله تعالى عنه فوحشي يقول وعدني جبير بن مطعم أن يجعلني حرا إذا أنا قتلت حمزة بسأري لأن حمزة قتل عمه يوم بدر فالشاهد أن بدأت المعركة معركة أحد فخرج سباع بن أم أنمار رجل يقال له سباع من الأهل الشرك يقول يا أصحاب محمد هل من مبارز نفس الشيء يقول هل من مبارز يا أصحاب محمد فقام إليه حمزة فهجاغ وقال يا سباعي ابن أم أنمار مقطعت البذور يعني أمك اللي بتغطي للنسوان البنات يا سباعي ابن أم أنمار مقطعت البذور أتحد الله ورسوله بدأت المبارزة طير حمزة رأس سباع كما يقول وحشي بن حرب فكان سباعك أمس ذاه يعني كأن لم يكن شيئا قال فكمنت لحمزة كمينا لا يعني كمين من خلف فرميت عن بعد بسهم فكان فيها مقتله فلما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه لما قتل حمزة رضي الله عنه وكان النصر في الصبيحة لأن الإسلام لما خلف الرمات أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قتل حمزة جاءت هند بنت عتبة التي قتل حمزة أخا عمها شايبة بن ربيعة وقتل علي أباها عدبة بن ربيعة وحمزة علي قتل الوليدة بن عدبة جاءت سعيدة بعد أن كانت تقع في الأسر قبلها يعني في الصباح كانت كما قال الرأو لقد رأيت سوق سوق نساء المشتكين ساقها وهم مشمرات عن السق يولينا في الجبل يدبرن لكن لما قدر الله الذي قدر جاءت تتشفى في حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فبقرت بطنه شقت بطنه ومثلت به قطعت أنفه مثلت به وشوات صورته بعد أن قتل تشويعا عظيما ومثلت بطنه وبقرت بطنه ومثلت 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 الكبد جلست تمضغ فيها كي تأكلها ما استطعت أن تمضغها وأشاهد أن النبي أخبر بهذا الحدث الأليم الذي حصل لحمزة رضي الله تعالى عنه وجاءت نسوة الأنصار بعد الغزوة يبكين على قتلاهم ولكن حمزة لم تكن له بواك فقال النبي ولكن حمزة لا بواك عليه يعني في شوح جاءت تبكي من أجل حمزة رضي الله تعالى عنه والشاهد أن هند مثلت بحمزة تمثيلا شديدا تشفيق الله في حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بعدما اقتله فقال زوجها أبو سفيان بعد انقضاء المعركة إن في القوم مثلا ما صرتني ولا سأتني ما أمرت ولا ناهيت ما أمرت ولا ناهيت ولا سعدت ولا حزنت ولا سعدت ولا حزنت ولا أحببت ولا كاريت فأن صورة حمزة تشوعت تماما فرآها علي والزبير علي والزبير صفية منت عبد المطلب عمّة رسول الله صفية منت عبد المطلب عمّة رسول الله جاءت تبحث عن أخيها حمزة هي أم الزبير وعمّة علي وعمّة رسول الله يا صفية يا عمّة رسول الله وحمزة مستلة به فلما أقبلت تبحث قال النبي عليه الصلاة إني أخاف على عقلها أخاف إذا رأت أخاه من هذا المنظر أن تصب بجنون أو يذهب عقلها فأخف يعني فجاءت وسألت الزبير أين أين خالك حمزة أشار إلى أنه لا يعرف وكان قال العلي علي يخبر عمتك قل لعمتك ماذا حدث ذابت تسأل عليا فأوما عرض أنه لا يعرف فانصرفت وعلمت أنه قتل قال سنبحث في القتل لكن ما رأت التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه فلما انقشع غبار المعركة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مستل به فببعض الروايات لإن أمكانني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم ولكن لما نزلت الآية الكريمة ويقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النحل وإن عقبتم فعقبوا من مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ترك الرسول عليه السلام التمثيل بالأشخاص وترك ما قد وعد به الشعيد أن الرسول عليه السلام صلى الله صلى على حمزة ابن عبد المطلب في بعض الروايات أنه صلى عليه تسع مرات أو سبع مرات وفيها بعض المقال ولكن على أن يتحل الشهداء لا يصلى عليهم لكن النبي صلى عليه صلاة عند أو قبل أن يموت الرسول عليه السلام قبل موت الرسول ذهب الرسول إلى أحد فصلى على أصحابه الذين قتلوا بأحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسن مجموعة طرقه حمزة أسد الله سيد الشهداء عمي حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى وفقتله ويحسن بمجموع الطرق عند فريق من أهل العلمي وكذلك حسن المجموعة طرقه أن النبي صلى الله لما رأى حمزة بازي الصورة قال والله لولا صفية بنت عبد المطلب لتركته حمزة رضي الله عنه حتى تأكله السباع العوافي وتأكله الطير ويحشر يوم القيامة من بطون السباع من بطون العوافي ومن بطون النصور ولكن لولا أني أخشى على صفية رضي الله عنها قدم لعبد الرحمن بن عوف بعد أن فتح الله الفتحات على المسلمين بعد ذلك قدم العبد الرحمن بن عوف وكان أصبح سريا بعد أن كان في أول أمره رضي الله عنه فقيرا وقال سعد بن ربيع تعالى أشاطرك مالي وأزوجك أحد زوجتي بعد أن تنزل لك عنها أصبح سريا فقدمت إليه صنوف الطعام والشراب وكان صائما فنظر إلى الطعام والشراب وصنوف قال رضي الله عنه والله لقد قتل مصعب بن عمير هو خير مني قتل وكان خير مني جئنا نكفنه ما وجدنا له إلا بردة إذا غطينا رأسه بدأ رجله وضغطينا رجلي بدأ رأسه وقتل والله حمزة وهو خير مني قتل حمزة وهو خير مني ثم ترك الطعام فأخشى قائلا أخشى أن تكون عجيلة لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا أخشى أن عبد الرحمن بن عوف هو موشر بالجنة قال قتل والله حمزة وهو خير مني وقتل والله مصعب بن عمير وهو خير مني رضي الله عنهم أجمعين هذا شيء من الحديث عن حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله أسد الله رضي الله عنه وقد صدق الله وصدق الله وصدق الله إذ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أندرت بهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنرى من هذه السيرة العاطرة أن آل بيت رسول الله كانوا شجعانا في غاية من الشجاعة ونصر الله بهم الإسلام نصر الله الإسلام بعلي في بداية إسلامه وفي حربي في بدر ومبارزته نصر الله الإسلام بحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء فلهم دور عظيم في نصرة الإسلام ونصرة المسلمين أهل بيت رسول الله أهل التوحيد لا يسعب أهل شرك ولا أهل خرافات ولا أهل بدع بل هم أتبعوا الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله وتعالى عنهم وأكرم بهم من شجعان وأكرم بهم من أهل توحيد وأكرم بهم من أهل فضل وأهل علم وأكرم بهم لثناء الله تبارك وتعالى عليهم رضي الله عنهم وأسكنهم فسيح الجنان أهل بيت رسول الله منهم البشرون بالجنة منهم سيدة شباب أهل الجنة منهم سيد الشهداء منهم جعفر الطيار أفاضل 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 رضي الله تعالى عنهم هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته